لما نيجي نصمم كاميرا under bending moment بنصمم ايه في الكاميرا تخيه مثلا انا عندي كاميرا زي دي بيأثر عليها bending moment وانا محتاجة أصممها اول حاجة لو تفتكر ال bending moment اللي بيأثر على الكاميرا بنسميه m-actual وفاكر لو احنا هنصمم بطريقة التصميم اللي اسمع ultimate limit design method يعني المومد هبقاسمه m-actual ultimate limit كلما احتاج ساعتا هنا نضرب اللوتز اللي فوق الكاميرا في factors معينة هنتكلم عليك بالتفصيل النهاردة ان شاء الله عموما انا لما نحب اصمم كاميرا بصمم ايه في الكاميرا بصمم section في الكاميرا يعني بنصمم قطعات في الكاميرا طب اصمم انهي قطعه القطع ده ولا ده ولا ده دايما خب بالك لما منحب نصمم قطعات في الكاميرا بنسمي القطع دي critical sections وده من القطع دي بيقع عليها اكبر moment softly واكبر moment علوي مثلا في المسال ده مفيش عندي moment علوي فهنا فين اكبر moment softly هتلاقي السكشن اللي في النص يبقى هو ده الكريتيكال سكشن اللي احنا محتاجين نصممه طب يعني ايه أصمم سكشن يعني أنا محتاج عند السكشن ده أحسب أبعاد القطاع وكمان التسليح اللي يقدر يقاوم البن ومومنت ده بشرطين لو تفتكر ان القطاع ده يبقى سيف وفي نفس الوقت لو نقدر تصمم القطاع اللي يقدر يستحمل المومنت اللي عند الكريتيكال سكشن وخدت السكشن ده حطيته هنا بالظبط انت ضمن حالين ان السكشن ده يقدر يستحمل المومنت اللي بيأثر عليه ولا لا فأكيد القطاع ده سيف طب بقيت القطاعات التانية نعمل ايه لو انت خدت نفس السكشن اللي انت صممته ده بنفس الأبعاد ونفس التسليح ومشيتهم عالكاميرا كلها ده معناه ان بقيت السكشن التانية كلها تقدر تستحمل قيمة المومنت ده وفي نفس الوقت بيأثر عليها مومنت أقل فأكيد هتبقى سيف يبقى تعالى نقول تاني يبقى دايما لما اجي اصمم كاميرا انا بصمم ايه في الكاميرا بصمم سكشن في الكاميرا انهي سكشن اللي بتسميه critical section اللي عليه اكبر مومنت صوف لي واكبر مومنت علوي لما اجي اصمم سكشن زي ده بعمل ايه بحس قيمة الأبعاد والتسليح اللي تقدر تستحمل المومنت اللي بيأثر عليه فاكر الأبعاد كان فيه عندي عرض الكاميرا اسمه بي وتخنت الكاميرا اسمها تي وبصراحة احنا في التصميم ما بنحتاجش نحسب التي فاحنا نحسب الدي فاكر الدي اللي هي مسافة من centerline اسياخ الحديد لحده فوق خالص اللي يكن نسميه عندنا effective depth يبقى انا حاليا لما اجي اصمم الكاميرا هحسب ابعاد القطع وهحسب كمان الاس فاكر اللي هي مساحة الحديد بتاع التنشن وبصراحة هتلاقي ان احنا عادة بنفرض قيمة البي فاكر عادة بنفرضها زي عرض الحيطة اللي متشالة فوق الكاميرا وبنحسب الدي يبقى انا في الحالة دي لما اجي صمم القطع محتاج احسب حاكتين احسب قيمة الدي وكمان احسب الاس وعزا كتبقى حافز جملة هتسهل عليك الموضوع شوية ان الدي والاس اللي اتنين مع بعض بيقاموا المومنت ده يعني ايه يتخيل لو واحد جي صمم القطع ده بس اختار له دي كبيرة قوي متوقع ساعتها الاس اللي هو هيحتاجها هتبقى كبيرة ولا صغيرة طبعا هتبقى صغيرة لان الدي اوريدي شالت اغلب المومنت والعكس لو واحد تاني جي صمم نفس القطع ده بالزبط لكن اختار دي صغيرة قوي ساعتها متوقع يحتاج طبعا اس كبيرة جيدة يعني واضح ان قيمة الدي والاس اللي اتنين بيقساروا على بعض تاني الدي والاس اللي اتنين مع بعض بيقاموا المومنت لو واحد زاد التاني هيقال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة